السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير اسفة جدا اول حاجة ان انا اخرت عليكم في الفيديوهات بس معلش ربنا ينويلها لكم جميعا يا رب انا كنت في العمرة فعلشان كده يعني بمنع الفيديوهات شوية لان الواحد بيبقى محتاج واقفة بقى مع نفسه وانك بتكون اقرب من ربنا فمش عايزة حاجة تشغلني بس ما نستكوش برضو وصورت كل حاجة وباذن الله هنزل لكم الفيديوهات متتالية ورى بعض ان شاء الله باذن الله وشرح بقى لكل حاجة وكل اي ما انت عايزة يعني انتو بس اقمروا في تعليقاتكم وباذن الله ان شاء الله هقول لك كل حاجة وباستفادة وبالتفصيل ومعلومات مؤكدة باذن الله علشان ما تحتاجيش حاجة وما ينقصكيش حاجة وانت هناك باذن الله تعالى الاول انا نزلتلكم الفندق والشارع الفيديو ده مهم جدا لاي حد بقى رايح ولسه بيفكر في المكان هو هيروح فين هيروح فين ايه الاماكن اللي كويسة هناك الاماكن اللي هي قريبة من الحرم ايه الاماكن الافضل هل الفنادق اللي بالبساط ولا الفنادق اللي من غير بساط كل ده هقوله في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله خليكم معايا ونبدأ على بركة الله اول حاجة انا قبل ما ابدأ ادور على الصفر انا كنت حابة ان انا اكون متأكدة من الشركة اللي هسافر معاها فانت لازم تكوني واثقة ومتأكدة من الشركة اللي انت هتطلعي معاها وتكوني واثقة فيها وتشوفي تصنيفاتها على على النت تشوفي تصنيف الشركة ايه تشوفي اراء العملاء فيها ايه لان فيه شركات تروحي هناك تلاقي صدمة غير الواقع انا كنت محتاجة فندق يكون في شارع ابراهيم الخليل بالاخص انا كنت عايزة الفندق يكون في شارع ابراهيم الخليل وقد كان فعلا لان شارع ابراهيم الخليل اقرب الشوارع واقرب فنادق للحرم وقدت عايزة كمان ان يكون الفندق من غير بص بصراحة لان البص بيعطل المشوار وطبعا بتاخدي وقت اطول لما تركب البص وتتنزلي من البص ووقت ما ييجي اصلا ان كان متوافر ولا لأ وفيه فنادق بتبقى البصات مش متوفرة فيها رائع كتير فانا كنت فعلا محتاجة حاجات زي دي ومن حاجات دي مهمة جدا فانا نزلت في الشارع ابراهيم الخليل واول حاجات اكدت من الشركة الشركة كانت شركة كبيرة لها سمعتها لها سمعتها ونزلت في شارع ابراهيم الخليل الشارع هكلمكم عن شارع ابراهيم الخليل شارع ابراهيم الخليل شارع ممتاز جدا شارع فيه كل الخدمات اللي انت محتاجاها كله محلات كله طريق مستوي بتمشي في طريق مستوي ما فيش مطلع ما فيش تعب الطريق ممتاز ما تحسيش بأي تعب وانت ماشية واهم حاجة للفنادق اللي هي القريبة اللي قبل المسفلة لان الفنادق اللي بعد المسفلة بتكون أبعد أنا ما جربتهاش بصراحة بس هم بيقولوا يعني ان هي بتكون أبعد بكتير فأنا نزلت في قريب كان الفندق اهو زي ما انتم شايفينه ده فندق اعمار المنار فندق مصنف أربع نجوم والتصنيفه والتقييمات بتاعته في عن نتة هتدخلها هتلاقيها حلوة جدا تصنيفاته تقريبا سبعة وثمانية من عشرة التلاجة كانت كبيرة حلوة بعكس المدينة الغرفة هنا صغيرة لان هي الغرفة دي أصلا المفروض ان هي تكون سلاسية لكن احنا لينا ظروف خاصة احنا تقابلنا انا وحد يعني معايا في الغرفة في شركة السياحة وكت انا اخر وحدة في الغرفة الرباعي فهي طلبت ان هي تكون معايا في الغرفة فعشان كده وفقني الغرفة دي كانت اخر غرفة وكانت غرفة سلاسي فعشان كده رحو حطلنا سرير رابع عشان نكون مع بعض لكن الغرفة الرباعي طبعا اكبر بكتير من دي فما تقلقوش هي الغرفة صغيرة لأسباب خاصة مش هي كلها كده الغرفة دي المفروض سلاسي الثلاث سرير دولوا لحتة مكان السرير الرابع اللي هما قطينه ده دي بتبقى فاضية تحط فيها شناطيك لكن الغرفة الرباعي اكبر الدولاب كبير زي ما انتم شايفين كده الدولاب كبير اللي في خزنة وفي شماعاتك ده الحمام الحمام في ازازة الشاور للغسيل دي كبيرة ازازة كبيرة كفتنا الحداشر يوم بصراحة اللي في زيها برضو في البنيو في زيها واحدة شاور واحدة شامبو يمكن التصوير ما جابهاش لا الفندق نضيف الفندق نضيف جدا بصراحة مميزاته حلوة يعني ما فيش شكاوى من الفنادق زي ما بسمع دوشة المراتب معرفش ايه لا هو اساسه كويس الاساس بتاعه والتشطيبات بتاعته كويسة مش بطالة زي ما انتم شايفين كده شاشة التلفزيون زي مكتب كده كبير باضراب بنحط تحطي بقى في حاجتك واللي تحت المكتب ده كنا بنحط الشنط تحت المكتب كده فكانت الغرفة ممتازة بصراحة ما فيش اي شكوى منها غير بس ان هي كانت ديقة وده الاسباب خاصة اللي انا ذكرتها لكم لكن الغرفة الرباعي لو حضرتك حجزتي في غرفة الرباعي هيكون واسع هي بس مشكلته انه طبعا تبع امكانياتك لانه هو غالي فتبع امكانياتك فوجوده في الرحلة بيغلي طبعا الرحلة هي دي بس بصراحة انت بتشتري رحتك ان احنا ما كانش في بص كنا بنتمشى لحد الحرام يعني بناخدها ماشي من الفندق للحرام تمشيها سهلة جدا الشرعة زي ما قلتلك مستوي فمش هتتعبي في حاجة بالاضافة ان الخدمة في الفندق كويسة يعني الخدمة في الفندق نفسه كويسة الفندق نفسه هادي ما فيش قلق ما فيش الاصوات يعني انا قبل ما ادور قبل ما مرسي على الفندق ده كنت بشوف فنادق كتير وبشوف تقييمتها الاقي الشكاوي مثلا ان الفندق فيه صخب فيه دوشة كتيرة فيه اصوات جمدة جدا ما بيعافوش يناموا منها لا الفندق هادي فندق ده هادي بصراحة ما فيهوش اي شكوى غير اللي هو بس اللي انا بقولك عليها دي اللي هي دي الغرفة وده كان لسبب معانا احنا بس لكن لان احنا كنا عايزين نكون مع بعض يعني احنا كنا اربعة فكنا عايزين نكون مع بعض فهو اضطر يحطلنا السرير الرابع في الغرفة السلسية علشان يحللنا المشكلة لان هو ما كانش عنده باقي في الرحلة دي غير الغرفة السلسية غير الغرفة السلسية واخنا وفقنا على الموضوع ده بصراحة شارع ارهيو الخليل شارع ممتاز يعتبر هو افضل شوارع مكة افضل الفنادق بتكون الفنادق اللي موجودة في شارع ابراهيم الخليل طبعا في فنادق كتيرة كتيرة جدا في شارع إبراهيم الخليل يعني قدام فندق أعمار المنار في فندق أعمار جراند أعمار جراند برضو ممتاز جدا في فنادق الخليل قابلينا في فنادق الأقرب أقرب بقى فنادق في شارع إبراهيم الخليل للحرم فنادق أبراج عمر فنادق أبراج عمر طبعا ممتازة وقريبة جدا بقى دي من الحرم يعني بينها وبين ساحة هي تعتبر على ساحة الحرم يعني أصلا هي تعتبر على ساحة الحرم لأن هي خطوات من ساحة الحرم فطبعا في بقى في أبراج عمر برضو محلاته مطاعم جميلة جدا المطاعم بتاعتهم أكلها ممتاز يعني أنصح أي حد عايز يأكل من هناك ما تكليش من المحلات كل في المحلات اللي في المولاد دي أكلها أنظف وأكلها جميل أفضل يعني وخاصة أبراج عمر أسعارهم كويسة محلات اللي هناك أسعارها كويسة وفي نفس الوقت نظيفة وفيه بقى أنت بتاخدي الأكل يعني هي مجموعة مطاعم في الدور الرابع أنت بتاخدي الأكل وبتعوضي في بقى ترابيزات كتيرة جدا بالكراسي بتعوضي وبتاكلي هناك بروحتك بقى بتاكلي أكلك بروحتك وبعدين بتمشي ده بالنسبة للفندق اللي أنا كنت نازلة فيه دي البداية قلت لازم أقول لكم على تجربتي لأن الكل بيدور دلوقتي على الفنادق الكويسة اللي يقدر ينزل فيها ويكون مرتاح أي فندق أنا بكررها تاني أي فندق في شارع إبراهيم الخليل أو في أي شارع بس يكون مدون بصات طبعا الفنادق دي بتكون أفضل من البصات لأن في شكاوى كتيرة جدا في البصات وخاصة في أوقات الصلاة لأن الطرق بتقفل في وقت الصلاة الطرق بتقفل فيكون صعب جدا وصولك للحرام وفي ناس كانت حجزة معانا ببصات والطرق قفلت بعد الصلاة معرفوش يروحوا ولا يلقوا بصات وخدوها ماشي يعني تخيلوا أن هما ماشيوا حوالي 1200 كيلو 1200 متر على رجليهم روحوا ماشي علشان يقدروا يوصلوا فالعملية بتبقى صعبة جدا وفي الآخر برضو ده على حسب إمكانياتك المادية لكن أنا بقول الأفضل لأن هي الرحلة شقة والعبادات بتكون شقة جدا عليك فلازم تكوني مرتاحة ومن أهم الروحة هي المسافة بين الفندق وبين الحرام فحاولي تحجزي في مكان قريب ويكون مكان بتتمشيه ويكون المشوار نفسه أو الشارع نفسه ما فيهوش مطلع يعني يكون الشارع نفسه ما فيهوش مطلع ويكون شارع مستوي لأن طبعا المطلع ده بيكون تعب جدا جدا عليك دي كانت ده بورج الساعة دي كانت معلومات كده في السريع عن الفندق وأي سؤال أنا تحت أمركم فيه وانتظروا بقى فيديوهات متتالية بإذن الله أشرح فيها كل حاجة كل ما حصل في الرحلة وكل المعلومات وكل حاجة بالتفصيل المملك أول ما هفتكر أي حاجة هنأسزلها لكم إن شاء الله ربنا يا رب يا رب يا رب يرزق كل مشتاء يا رب ويطفي شؤكم بزيارة بيته الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر